وبعض الناس للأسف يترك الماء يصبها وهو مثلا يستعمل الصابون والماء لا يستعمله فهذا من الإسراف هذا محرم يعني الآن شخص يفتح حنفية الماء في الوضوء أو في الغسل وهو لا يعني يستعمل الماء وإنما يستعمل الصابون أو يستعمل الفرشات أو السواك فيترك حنفية الماء تصب هذا حرام هذا إسراف هذا لا يجوز بارك الله في الجميع موسيقى